السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم بباتش نوت جديد 10.25 هذا الباتش نوت المنتظر أتليست بالنسبة لي هذا الباتش نوت اللي في بفات للأي دي سيز اللي إن شاء الله نقول بعدها رجلناهم للجيم أو رجعوا للجيم أتليست الكريت أي دي سيز مجموعة منهم رجعت للجيم أو أتوقع أنه يعني صاروا كويسين بطريقة والله صاروا بلايابول في نفس الوقت في بلانسيز مرة كثيرة الحاجات اللي كنا نعتبرها أو بي وخربانة والحاجات الأو بي هذه حتصير مانجبل ما أظن عن حلة المشاكل الكبيرة كلها بس أقلها حلوا أكبر جزء من المشاكل اللي خلينا والله نتطلع على الباتش نوت اللي بعده والكمية البلانسيز اللي هتجي بعده خلينا ويستارت ميت باتش أبديتس أوريدي ما شاء الله عليهم الباتش نزل اليوم وبعدها نزلوا كوية أبديتس أبديتس صغيرة ما حتكلم عنها نتكلم عن الشامبيونز ريل حينزل ريل أو حتنزل بالأصح الشامبيون الجديدة طبعا أنا ما تكلم عن الشامبيونز أو إش حركات أو إش هذا كلنا حنسوها في الرفت وإن شاء الله ننصعق كالعادة في هاو أو بي الشامبيون هادة إز كالعادة بدين نشوف هاو it works whether it works for the best or for the worst طبعا ريل شامبيون سبورت عندها كمية سيسيز ونوكبس وسلوز وسيسيز وابداونز بالهبل I am definitely يعني كإي دي سي كمان إي دي سي حنبسط أني حشوفها في بعض كثير طبعا لما نقول حنبسط I'm being sarcastic حتلطش بيها كثير يعني عامة بدين بأمومو أمومو مدمر يعني الرفت حاليا صراحة يعني بدأ بعشرة تلاتة وعشرين بوين ريت وصل ستين في المية بعد ولو سووووا لي مد باتش أبديت وبعدين عشرة أربع وعشرين نفضوه بنيرفس برضو برضو ما زال الوين ريت حقوه فوق خمسة وخمسة وخمسة في المية عطولو يعني كمالولو نيرفس ما أظن النيرفس هادية حتخليه يخرج من بيين أو بي مش يخرج من القيم لسا يخرج من بيين أو بي حيبقى أو بي ووضوه حيصير لسا يعني زابلاوي ما زال زابلاوي بس أقل لها ما نجابه لشوية ما أظن أنه حينزل من أستير حيبقى من أستير المانا growth نزلوه من 60 إلى 40 مع كل لفل بدل يعني هذا بف عطوله إياه في 10 إلى 23 قامه شالو ومع طوله البف هذا على أساسها توقعوا أنه مع الآيتمز الجديدة هو المانا حقته حتكون ناقصة فقاموا مع طوله 20 المانا زيادة شالوله إياها التانترم الدامج حقها 75 100 125 75 95 115 وهذا معناه ما زال طبعا هو دائما يلفل في الجنغل الأي أول بس كان أول شيء يلفل الأي لين لفل 5 كاملة فما أدري إذا حين حيلفلها لفل 3 وبعدين يكمل على دبري وبعدين يرجع لها الله أعلم بس في كل الحالات النيرف هذا حيحس بي في لفل 3 في الميد جيم أكتر بما حس بي في الإيرلي جيم الكلير حقه ما تأثر في البداية ما أظن عنده مشكلة عشان كده بقول ما أظن حيكون عنده أي مشكلة في الميد يعني وما حينزل من أستير بس أقلها الدامج أوتبوت حقه مع الوقت صار يقل وهذا اللي وهذا اللي نبغاه يعني هذا اللي نتمنى من أموم وانا لما نتوقع لما نشوف واحد تانك قدامي ما أتوقع أنه يسوي دامج لا نهائي يعني أموموز مين كان يتخيل أنه في أمومو يجي دقيقة 20 عنده الأيتيمين الأولى يقدر ياخد بارون أو يقدر يبدأ they can start contesting بارون ويقدر يسوي كلير ويقدر يشيل منيونز بالهبل هذا الشي غريب في كل الحالات ما زال استير ما زال بلايابل إذا أنت لو إيلو أموموز يرواي تقو أمومو ما فيها كلام لسه بروكن أمومو ما فيها كلام لسه كويس اللي فرق بس والله كمية الدامج أوتبوت اللي يسويه في الأير ليمت جيم طار أقل حبتين أنيفيا من الشامبينات اللي طلعت من القيم كليا بعد الآيتم تشينجز الجديدة فريوت بيحاولوا يسوولها مجموعة تعديلات ترجعها في الجيم سوى عملوا لها مني ريورك صغير وهم يتوقعوا أنه مع مني ريورك هذي حتشوف كمية بلاي ستايل أظن أظن ما حيفرق مرة كثير لأنه لسه المشكلة الأساسية ما نحلت حقة المانا بس يعني بس يعني بس المينات حقه أنيفيا حينبسطوا مرة كثير كان كان كانت لما نسويها ترمي كده دايما نشوفوها الجناع حقها هيترمي مرة طويل كانت فاصلة بوينت زيرو زيرو ايت الآن صارت فاصلة وحي صارت حقتها أسرع المسايل سبيد صار أسرع برضو كان 1500 صار 1600 هذا ما يفرق مرة كثير هذا جس إذا كلينب لها على ساس تقر تسوي أسرع حبتين بعد ما تسوي حقتها الـ تغيرت كمبليتلي الـ كانت لمن دحين كانت أول لما تضرب واحد اللي توصل له تروح تسوي له ستن دحين لو أي حد تمر عليه في الطريق تسوي له تسوي له يعني تسوي له سلو وهي بتعدي بتسوي دامج الدامج اللي بتسويه هي طبعا أظن والله من أول دامج كان موجود بس ما أدري أول كانت اللي تعدي منه تعوروا بس ما تسوي له ستن الحين اللي تعدي منه تعوروا ما زالت بس صار الدامج حقها قل وفي نفس الوقت تسوي له سلو فصار في يوتيلتي زيادة موجودة عليها ف it's better over all بس ما أظن فرقت مرة كثيرة الكل داون حقها زاد صار تسوي تشيل زي ما قلت لكم هي بتعدي الـ pass through دامج سوو له نيرف الفاينل دامج سوو له بف الدامج اللي هو وصلت الكيو عليه صار تفجيري بالذات في الليت كيم 210 زائد 50% AP معناها 1 ADC ينصفك بوحدة كيو من الأخت هذه حياتها دمر إذا ما راح يعني نسهلته بحق flash frost detonation now occurs at the correct location rather than slightly behind كانت التفجيرة أول تيجي شوية ولا دحين في the same place الكوست حق المانا برضو يعني في البداية كان يعني في البداية صار متساوي وفي النهاية قال له هذا بف عام على الكيو حقتها الإي خلوا الدامج خلوا المانا حقتها دائما متساوي 40 بدل من 50 ل 90 وهذا بف مرة مباشر عادة عشان موضوع المانا issue اللي عندها في بداية الجيم لسه قلت لكم ما نحلت بس overall المانا ما رجمت حقاتها هتصير أسهل والconsumption حق الابلتي صار بمانا أقل وانتوا عارفين الإي حقتها هي اللي تحتاج تسويها طول الوقت المانا حقها صار أقل المتساوي الدامج في نفس الوقت زودو من 50 150 ل 60 180 60 فإيماجن الكمبو حقها q into r into e طبعا الـ chill مع الـ e طبعا هذا معناه أنه الـ q لما نسوي pass على واحد it will chill him فالـ e passive الـ e تسوي دامج زيادة على الـ chill champion رايت فالforced bite overall صارت أسهل تستخدمها يعني حتى صار ممكن تستخدمها بكمبوز من دون ما تسوي r تسوي q e على طول لأنه حيكون عنده الـ chill وحتاخد منها هتاخد الباسف حقها تلتشيل عليها i like الـ change هذا صراحة على نيفيا وحيخليها احتمال كبير playable بس again niche مرة صغيرة الـ glacial cooldown 6 ثواني صار 4 ثواني إلى ثانية 6 ثواني دائما مستمر هذا مرة كويس بالنسبة للـ lead game الـ base damage حقها من 40 80 صارت 30 60 التكش صارت أقل لأنه زودوا الدامج مرة كثير على الـ q وعلى الكوست حقها نقص برضو 60 مانا على اساس نحل موضوع المانا الكوست والكوست الـ initial كله نقص ايش معناه هذا بالنسبة لنا انيفيا معروفة الـ الـ late game سيناريو حقها صار جدا مخيف بس عشان توصل للـ late game سيناريو هذا لازم تلعب مرة passive ولازم اللي معاها في التيم يلعبوا بطريقة انو والله ما يدو الـ game ما يخلص يحاول الـ game ما يخلص فاول 20 دقيقة هل is she good to play right now احتمال كبير yes does she still have a problem yes ومتوقع انو حاجيها بوف كمان صغير at least عشان to solve hermana issues early game at least at least آني بعد ما سووا التعديل على 30-60% خلوا 20-50% قالوا من يوم ما زودوا عليها الـ utility انو ممكن تسوي الـ على واحد تاني قرروا انو هم قال لك والله مرة عالي خليني خفضها شوية هذا ايكو قايلين لك ايكو مرة مبسوطين حاليا من وضعه في المد بس ما هم مبسوطين من وضعه في الجنغل ما يبعطوه شوية لف الجنغل الـ الدامج ريشو حق الـ كان 150% بكاب 600 صار 250% من is I don't know if it's AP with no cap فهذا معنا الـ clear حق الجنغل حقه هيصير افضل اسرع حبتين هل هذا حيرجع للجنغل نشوف ايكو في الجنغل حاليا يعني متربع على عرش هو احسن واحد من دون مبالغة من دون منازع بطريقة مطبيعية حنبدأ نشوف مسلسل النرفات عليه النرف هذا ما يكفي حتى النرفات حق اللي هو كان فيها ما يكفي اظن حنشوف برضو النرف تاني كل شيء الوحيد اللي غيره يعني حيفرق معه مرة كثير في الليت مو في الليت في الهاي الو ما حيفرق في اللو الو لانه في اللو الو ما يهمهم الفرق بين انه والله يكون عنده معنى حق يسوي عبليتي واحدة لما يسويها لانه ما يبطالع فيها بس عامة المعنى من كل لفل 37 وهذا يعني قلت لكم حيفرق في والله يعني في الليت المانا حقته حتقل بمستوى ان والله فيه عبليتي ولا تو عبليتي ما يقدر يسويها في تيم فايت ما زل مرة حيفرق كثير في اللو الو جراغس بيقولوا جراغس حاليا وضعه جدا سيء قبل سواله نرفات مرة كثيرة وطلعوا من الجيم وبعد ال سيزون لسه ما هم شايفين وفي محل هم مبسوطين بي وقال لك نبو نعطي له شوية حب زودوا وقال وقال حقه من 6 إلى 5 ايش معناها الكلام هذا معناها في الجنغل حيصير healthy اكتر انا ملاحظين هنا تكلموا عن الجنغل اكتر ما يتكلموا عن موجودين في الجيم عاليا هل هنبدأ نشوف ههم مرة ثانية ولا لا ما أدري بس التشينج هذا برضو تنفع عليهم support وjungle support وطوب support وjungle وطوب وأظن التشينج هذا موجه للطوب و support أكتر منه موجه للجنغل بأنهم بيقولوا جنغل ايريليا لا تسألوني ليش يا إخواني لا تسألوني يعني أنا لما شفت التشينج حق ايريليا قلت ايه في نير لأيريليا بعدين طالع كده ألاقي بوف لأيريليا I have no ID I really have no ID التاق دامج حقها زاد من 63 ل65 وال Q بليد CD حقها نقص من 12 8 ل11 7 إيش بيقولوا ريوت الممتازين اللي بيفكروا إن والله الـ ايتم تشينج الجديدة خلتها ما عندها ايتم ثابتة مثل وفعلا ايريليا يعني في غض النظر عنه ممكن تبني 24 all the time يقول لك It's not part of your identity يعني 24 ما هي الـ الوحيد اللي تم بنية وما لها ما لها ما لها ايتم محددة إلى الآن في لين ما نعرف ايش نسوي معاها هياخد واتاك دامج شوية ايريليا يزوبي في هاي إيلو أكتر من لا إيلو لا إيلو ما يعرف يلعب ميكانيك لي مرقويس وستفضل تدمر في الباتس القادم ايفرن طلعوا برة الجيم من زمان وبنحاول نرجع في الجيم والآيتم تشينجز الجديدة مرة حلوة بالنسبة له وصار عنده آيتم يقدر يشتريها ويلعب بها فقال لك نبقى نحاول نرجع للجيم فعطوله شوية بفات فحلوة الـ قو تزود نقص كل دوان حقها من 14 10 ل 12 8 هذا ما بيلفي لها أول هو أظن لفل الـ أول ولا يلف الـ واني فاكر يلف الـ أول أظن فعلى اساس يسوي الشيل طول الوقت فهذي فهذي على نن مرة كويس في الجنجل على اساس يقدر يوصل من كامب لكامب أسرع ما أدري إذا حتزود حقه حقه كويس البف اللي بنيها كلها حقه حيصير أحسن و صارت تسوي عندها زيادة عامة هل حنشوف هل حنشوفه في احتمال كبير لا هل حنبدأ نشوفه مع أكتر في طبعا لا لأنهم خرجوا من من ما حنشوفهم بس حنبدأ نشوف يعني النيتش اللي يحبو يلعبو ايرون حالي جاي يلعبو مرة تعني يمكن تالي رون يجلس يلعبو مرة كتير زيادة عشان حين يبسط على تشينج جين 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 حاليا في الميتا في الأدس يمكن أفضل الأدس حاليا موجود جين لما نلعب إكليبس وكليبس طبعا أوريدي جالسيني هذي ما تخلج ينزل من العرش اللي هو متربع فيه حاليا فبيسولوا نقصوا الدامج حق المينموم دامج حق الكيو من 45 ل 35 يعني الكيو لو سويتها عالميا وهو كبير ما هو صغير الدامج اللي حتسوي هيكون أقل الأقل يعني المينموم حقه هيكون أقل من أول أهت على حقه على حقه مرة ما هو كبير لأنه في البداية يعتمد على المفروض المفروض أنه الجنات يعني بزات اللي لعبوا من جين يحسوا بها في البداية يحسوا بها بالزات في الوايف كلير حقه هل هذا حيخرجوا من الميت هل لا هيبقى يستير هيبقى مرة كويس حتى مع العيتم نيرف اللي حنتكلم عنها بعدين ما زال جين كويس وأظن أتوقع مو أظن أتوقع أظن يعني احتمال 90% أو 80% إذا ما صار نيرف مرة عظيم على جين ويطلعوا من الجيم حيبقى جين مرة كويس السيزون هذا كامل سيزون 11 كامل يعني مرة علينا جين مرة كويس لما كانت اللي أول ما نزل اللي ثالتي وأظن هذا السيزون حق جين مرة تانية والله أعلم كارثوس يقول لك ما بيسوي مرة كويس فاني ما نعطيله كوية لوف نقصوا حق المانع حقه في اللي د جيم وزود الدامج ريش في حقه من 30% إلى 35% أنا كلما أشوف تشينج صراحة على كارثوس أخاف لأنه كارثوس من الشامبينز اللي لو سويتله بوف مرة صغير يخرب الجيم ولو سويتله نيرف يطلع من الجيم عامة تشينج هذا حيساعده في أنه يفرم الجنج الأسرع وأنا ما أحب أنه كارثوس يرجع الجيم ويفرم في الجنج أحسن يفرم أحسن بس لا أعتقد أنه سيجعله إلى المكان أحسن كارثوس تلعة أربعة وهم يلعب في البداية عشان يوصل لازم يفرر مرة أسرع وهما يبقوا يوازي يبقوا يوازي سرعة التانين اللي هما مرة سريعين في الفار فهل هذه هتعطيله إياها ما أعظن في البداية لأنه ما حتبقى عنده نفس المشكلة موجودة بس يعني يعني إيش يسموه يعني البلايرز اللي كويسين يجيبوا الكيوز حقتهم دامج زيادة طبعا ما رسال لجيب الكيوز حقتك على الكامبس اللي في الجنغل بس مو ما رسال لجيب الكيوز حقتك على تشامبيون نبقى نرجع نشوف كارثوس حبتين في القيم ما عندي مشكلة بس ما نشوف كيل وما أدراك ما كيل كيل من يوم ما بدأ السيزن هذا وإحنا في مشاكل معها كيل خربانا لدرجة النعلى كيل اي بي خربانا كيل اي دي خربانا كيل بأي ايتم خربانا نرفوا اي بي ايتم ونرفوا كيل الاي بي حقها وشعلوا الماجيك ريزيست حقها يعني نقصوا الماجيك ريزيست حقها في الشسم نقصوا الماجيك ريزيست حقها من 34 ل30 هذا نيرف موجه لكيل ميد فقط مش كيل توب لانه كيل توب تلات اربعة تلات اربعة ايدي ما هم اي بي يعني يمكن الوحيد اللي يقدر يتعامل مع الشينج هذا هو اورن عشان ال اي بي دامج اللي يسويه ويمكن حتى مالفايت وتشز برضو بس هذا موجه للميد كيل اكتر من التوب كيل اه شي التاني باسف دامج حق الاي نقصه من خمسة وعشرين في المية اي بي ريشيو لعشرين في المية اي بي ريشيو. الشينج هذا حل حيفرق ناهي. كيل ما زالت مرة خربانة مع انه يتمنينا صراحة في الباتش هذا يشوف احد يشوف الانحال اللي كان. وحتى مع النيرف حق ال اي بي ريشيو هذا تلات اربعة الناس اصلا صاروا دحين متوجهين ان هم يبنوها ال اي دي بيلت اللي هو اتاك سبيد بيست وانوسو بيست او ال اي دي بيلت مرة مسوي كويس صراحة. اي هوب اي هوب اي هوب اه للاسف ما زالت كيل البانر رئيسي حقي اللي يتفرج علي في ستريمي. اعرف ان انا دايما كيل مبندة في كل بداية كل جيم اروح ادور عليها كيل بان سلام عليكم. حتيبقى بنفس الطريقة بنفس المستوى للأسف. كين اذا كيل مهي مبندة اذا كيل مبندة انا اروح ابلد كين. فعندك يا كيل يا كين. انفورشنت لنفس المشكلة كين متربع على عرش الجنجلرس حاليا ان تيرمز اه سواء بالرست بلد حقو ولا والشادو بلد حقو على اساس والله لو كانوا في عندنا تانكات مرة كثيرة يروح قور درينكر بلعب بالرست اذا كان عندهم شادو يروح وتيفر هالايتم اللي يحتاجها اعرف انو اذا يروح يكليبس ولا يروح هالايتم التاني ما يفاكر هالايتم صراحة بس اينو ما تيس دوني قويلا. الارمر حقو نقص من ثمانية وتلاتين خمسة وتلاتين وهذا ما حيفرق معاه في الجنجل نهائيا هذا يمكن موجه لكين توب الشينج اكتر ما يكون موجه للجنجل لانه في الجنجل ما يهمنا الكرام هذا. اه وبعد كده البيش دامج حق الكيو نقص من خمسة وسبعين مية وخمسين مية وخمسة وخمسين لخمسة وستين مية وخمسة واربعين. هذا حينقص الكلير سبيد حقو تاكتين لانه طبعا هي الكيو حقته بس ما زال الجنجل بات حقو حيستمر نفس الطريقة ما نظر حياثر عليه بأي طريقة كانت ولا في ايتم اذا ما خانتني الذاكرة كين ما زال كويس كين ما زال من افضل شامبيونز اللي ممكن تلعبه كين ما زال حيتبند وما زال انا اقول لكم بند وكين على اساس تلعبه يعني سيمي مرتاحين فيها طبعا في شامبيونز دانين خربانين اكيد ما فيها كلام بس الشامبيونز هاده ولا طالعين برا لجيم ليس من يوم ما بدأ الباتس الجديد هو برا لجيم فقال لك نرطيره شوية حبزة ودو الارمر حقو من خطراتة دلاتين ستة دلاتين اتوانت ميكا ديفرنس ازم الا 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 انجانكس الكلدان من السيفقارد من الاربعتاش الى اتناش مرة هينبستوا عليها انا فاكر الالنيرف هاده جاله قبل ارنو عشر ولا خمستاش اربعة سي رجعوه اياه هذا حين على الساسي ويرجع الجيم لسه بيسن الى الان ما عنده ايتم واضحة يلعب بيها ويلعب يغير ايتم حقاته مرة يعني طول الوقت فما عنده ايدنتيتي واضحة بالنسبة لهم الى الان they are still trying to give واضحون هيددولو شوية حب زيادة مع الباتشاة القادمة على اساس يرجعوه للجيم الى بيس دامج حقها من ثمانين لمتين واربين لمية لمتين وستين I don't think it's enough طبعا ليسن ما زالت لعب بالليسين مينز ليسين مينز ليسين مينز that are the best they will do really good with this ليسن في سولو كيو للناس اللي لعبوا ليسين مينز هيبقى مرة كويس بس غير كده ما اظن نحنشوف ليسين مرة كتير I love this change لانه هذا حيساعده في الفارم السريع بس مقارنة بالميتا champions ولا بالميتا jungles اللي صاروا يفرموا بطريقة مهولة مرة سريعة ما اظن نيك فيه لولو سوو لها تغيير للناس اللي تعرف تلعب لولو موش للناس اللي ما تعرف تلعب لولو الكيو غليتر حقها I command bolt hitting a target with both bolts بل اثنين 25% بونس دامج زيادة بس في نفس الوقت نقصوا باس دامج حقها من 80-22 هذا البوف يعني انا انا استغربت انا انا من الناس اللي استغربوا يعني شفنا شفناها يعني في الباتش مو باتش الوردز لما نرفوها عشان ما يبوها تلعب مرة تانية بس بعدين ادوها تشينج ده حين ممكن يخليها ترجع لانه لو ضربت حقها هتسوي 25% دامج زيادة مناحة هتقر تفرم الكريبس اسرع واقوى وما انا هتقر تسوي هتقر تكون مرة طبعا لتشينج هذا مرة كويس لسابورت لولو برضو بس للناس اللي يعرفوا يضربوا البولتز الاثنين مع بعض بولتز نو لونجر هاف باسرو فولاو الدامج صارت الدامج حقها ما يقل اصلا لو يعني كانت كل ما تعدي مينيون الدامج للآدم اللي بيعده اقل آآ شالوها بولتز ناودي 70% دامج بزودوا 25% لو جبت التوبوت بس اوفرال نقصوها 70% ما زال اظن 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 التشينج هذا هيخلينا نشوف لولو تتلعب في لينات تانية مش في سولو كيو اكتر من انه في برو بلاي وعشان التشينج هذا صار بالطريقة هذه انا اظن هنشوف نرف تاني على المينيونز عشان عشان ما يبغوها تتلعب في سولولينز مورد كايزر حاليا هي فل داون ريلي هارد ان ترمز اف يعني العرش اللي كان متربي عليه في التوب نزل منه مرة كثير فبيحاول يرجعه شوية ايزوليتي دامج انكريز من عشرين لثلاثين في المينية ما اظن هذا حيفرق معاه الا جوه الالتي الا جوه الالتي طبعا وان في التوب ما حيفرق معاه اذا كان ما دريد العيزوليش يشتغل بنفس الطريقة حقه خازيكس فلو كان في مينيونز جنبو بس اقلها جوه الالتي حيستفيد منها كثير ما هو بوف مرة كبير ما حنشوف منه فايدة مرة عزمة بس مورغانا سوى نيرف على التكس حقه الدبليو اه وهذا من من التشينجز اللي انا مستغربه صراحة يعني كان اغين نفس الطريقة بيقولوا انه ما يبغوها تتلعب في سولولينز انه احنا ما بنشوفها في سولولينز مرة كثيرة صراحة على حد علمي انا ما انا ما قد شفتها ما قد لعب جيم شفتين مورغانا سولولين سواء مد ولا طب فهذا نيرف موجه للسولولين مورغانا بس في نفس الوقت يأثر على السابورت آآ لين مورغانا على البوك حقه صحيح ان البوك is not that big of a deal بالذات يعني في ما فرق مرة كثير بس ما حيفرق في مورغانا مورغانا ما زالت تلاعب في النيتش اللي تبت تلاعب في ازا كونتر لي كثير من في البط و ازا 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 ما تشب مع كيت ولا مع شامبيونز اللي يلعبوا معها برقل ناسوس برضو من يوم ما نزل الباتش قال لك ناسوس طلع هنا من القيم او خرج من القيم ما احنا عارفين ايش نسوي معاه نبوا نعطيره شوية حب فاهموا نقصوا الكل دهان حق القيم حقه في الارلي game للليت game ما زالتشينج هذا ما حيغير شي في ناسوس ناسوس still not good ناسوس ما زال ما هو كويس ناسوس بس ناسوس يعني بس ناسوس للناسوس اللي تبت تلعب ناسوس للناس اللي تبت تلعب ناسوس بس بس ما ادل ايه هو ده ندلي برضو شي فيل داون ريلي هارد خرجت من الميتا بعد التشينجز الجديدة المانا تشينجز اللي صارت على المانا نيرف الكبيره والايتم نيرف الكبيره اللي صارت على الاي بي في الجنجل ضرتها من اكتر يعني من اكتر الشامفينز اللي ضرروا بيها بيحاولوا يعوضوها نقصوا المانا كوست حق الكيو من خمسين تسعين لخمسين سبعين المانا مدامج زاد في الميد game شوية من لفل اثنين وهي بتلفل ما دري هي تلفل كيو اول اظن تلفل كيو اول صح؟ في الجنجل الماكسيمم دامج حقها برضو زودو على طول من ثاني ايتم وزودو الAP ريشو لاخلي زي ما هو الاي الفرايمال كوست حقها زودو او نقصوا الكوست حق المانا حقها من ستين خمس وسبعين لخمسين ستين وهذا اللي بنتكلم عنه يعني كثير من الشامبيونز بالزات الجنجل الشامبيونز اللي ما عندهم ايتم تديهم مانا بيعطوهم شوية تحب ينقصوا المانا كوست على العبريتي حقتهم على اساس يشوفوها تتلعب هل هذا حيرجيه هتصير مرة كويسة وتصير ميتة؟ I don't think so. بس دف على الطريقة الصحيح فو احنا نشوفها ما زالت ندلي من الشامبيونز اللي ما تتلعب الا في the highest ELO بطريقة مرة كويسة في اللو ELO ما احد يعرف العبها لانه مرة صعب وتحكم في مرة صعب وحتبقى بنفس الطريقة حقتها بس هل هتبدأ تصير مرة كويسة المرحلة انه والله هيترجع الميتة تتلعب I don't I still don't think so في افضل منها كثير يتلعبوا ويتلعبوا بطريقة اصهر and they don't fall down really hard وحتى الدامج اللي جاها بالزات لما طالع هنا في الاربعمية وخمسين دامج اللي جات في النهاية ستين دامج زيادة بس اظن لو زودوا لها الAP ratios كما ممكن نتكلم بس لو زودوا للAP ratios حنبدأ نشوفها مرة ثانية في المد وفي سولو لينز بحات تخري بقية مرة ثانية Pantheon آم كلام طويل كتير عريض المغزى منه انه احنا ما كنا متوقعين انه بانثين هيصير وما كانت الفكرة فيه انه نبغى نبغى يتلعب سابورت فقط نبغى يتلعب سولو لينر ونبغى يتلعب سابورت بيقولوا نبغى يتلعب سابورت بيقولوا ونبغى نشيره من السابورت فعشان كده قاموا غيروا الشيانجز بانثين الناو جاينز 5 ستاكس ونهي ريكولس لما نرجع ريكول نرجع للباس عرض طول حجيره خمسة ستاكس لما نرجع بالتي مرتاني حيكون عنده خمسة ستاكس اول ما ينزل هل هادا كويس ياس فاري كويس هل هادا معناه حيفرق معه كتير؟ لا أعتقد انه سابق داعا الشيء الغريبه اللي سووه عشان قالك نبغى نحطه في السولو نير قام سولو نيرف للموفمان سبيد حقاته وهذي هتضره مرة كثير هتضره في الجنجل، هتضره في التوب، هتضره في السابورت اعتقد انه سابق نيرف على الشامبين زي بانثيون لانه فكرة في بانثيون انه عنده الاكسرا موفمان سبيد اللي تخليه يوصل لأحد ويسوي الدبليو عليه فلما تكرر تسوي له كايت بطريقة مرة سهلة بالزات لما تشتغل الاي حقته اتس افاكين بيك دير اي ام شور اتس افاك دير اتس ابرابلو احتمال كبير هنشوف تغيير مرتان يرجع يحلل له موضوع الموفمان سبيد اذا كان اداؤه ما هو كويس بعد التشينجز هذي الكيو كان خمسين في المئة صار ستين في المئة يعني لو سويت الكيو بسرعة الكولدون يرجع اسرع في بقات حل ما عندنا نشان كومت سبير نو لونجر سلو لا اعرف كومت ام باورد سلو ما ادري اش هذا البيت دامج حق الدبليو زاد الليت قيم مرة كتير ودس اه يوج بوف يوج بوف على لفل اتنين لفل هذا هل هذا معناه حيلفلوا هم يلفلوا الكيو اول على حد علمي قبل ما يلفلوا الدبليو يلفلوا الكيو بعدان الدبليو بعدان الاي ما ادري اذا التشينج هذا حيخلوهم يلفلوا الدبليو ابدر شوية حبتين في بق فكس او لا اعلم الاي مرة ضروري مرة ضروري. الـ E كانت تسوي بلوك للـ tower shot. الـ E doesn't block the tower shot. هذا معناه الـ tower dive potential حقه بالزات as a support. 13. 13. فهل ما حيتلاعي ب support? I don't think انه ما حيتلاعي بس لحينة اللي يلعبوا support لازم انتبهوا انه الـ E doesn't block the tower. فالـ tower dive potential حقه صار مرة قاد. الـ redirection slow كان 50% في البيئة صار 25% based on movement direction. يعني قللوا الـ movement slow. وهذي اظن أنصر كان على شخص قللوا الـ movement speed حقته عامة. وبعد كذا هذي اللي كان ما الضروري. consuming المورتل. يعني when Pantheon slams his shield he consumes mortal will stacks to gain 60% movement speed for 1 second. اول كان عندك الـ passive stacks كاملة. كان الـ duration حق الـ wall حقك يزيد. ده حينة الـ duration حق الـ wall ما يزيد. هنجي لك movement speed زيادة 60% for 1 and a half second. وهذا مرة كويس لـ Pantheon top. ما اظن يفرق لـ Pantheon support. انو Pantheon top اكتر شاي يهمو. مش الـ shield يهمو انو قدر يجري ورا الـ champion اللي بايقتلو. اظن this is very good for him. الـ ulti. الـ Pantheon gains 10-20-30% Harper Penetration. This is huge. The spear that lands before Pantheon. الـ Spear اللي تنزل قبل Pantheon. تسوي slow. 50% and applies a spear worth of damage. تضرب نفس الدامج هاللي تسويها. spear. un-empowered طبعا. في small area. grand star fall. grand indicator. now appears. هذا بس indicator. فهذه كلها بفات مرة كبيرة على Pantheon top. احتمال كبير حنبدأ نشوفه top يتلاقي بمرة ثانية. how OP ولا قديش هو كويس ولا ما هو كويس في الميتا. صراحة ما ادري. بدات مع الـ changes المتعلقة بالـ movement speed حقته. مع انو عنده movement speed شوية زيادة على ال-empowered حقته. I don't think I don't think he will be prominent. حيكون مرة قوي في الميتا. بس I think يعني اظن انو حنبدأ نشوفه تلعب. ساميرا. ساميرا اكلت مجموعة نرفات يعني مستحقة. اممكن في ناس يقول لك والله it's not fair لنرفات هذه مرة كبيرة. I think انها مستحقة. ما اتوقع انو تخرجها من الـ game نهائيا. بس هتغير طريقة السيناريجيز حقتها. يعني ساميرا كانت احلى سيناريجيز ساميرا انو تلعب ساميرا مع ليونا. ولا تلعب ساميرا مع ناتلوس. اظن مع ناتلوس she's still okay. لان ناتلوس الـ Q حقته تسوي نوكاب صغير. مو زي اللي ايه حقت ليونا. بس عامة ام عامة الاول يعني اي احد يصير له اي نوع من انواع الـ stuns الـ roots المدرمين ساميرا يجيك العلامة اللي تكار تسوي داش تضروبها تسوي له نوكاب. الحين هذي ما سارت تشتغل الا على اللي اورادي نوكتب. اللي يصير له نوكاب انت تطير زيادة على فوق. فقط. اوكي. ففي اه في اه في سيناريجيز اتغيرت معها. ام. اللي تسوي كيو ولا تسوي اي حاجة انت عندك نوكاب. اوكي. فحتى فمستحيل يو سيرفايف الكلام. الى الحين لا. في مجال انه يو سيرفايف. لازم احد يسوي لك نوكاب عشان النوكاب حقها يشتغل. اي لايك ديس. وهذا معناها اداش حقتها برضو. ما حتشتغل الا على نوكتب تشامبيون. اوكي. فلما نلعبها مع نوكاب. انشانتر بشامبيون. الولو. او مو تد ما عرف نامي. ولا الثانية جاني. ولا زي ما قلت العلم. اقدر يرفعها بسيطة ح garlic استفيد منه. سيجب عليكعم مع مع ناثلوس. سيجب عليك من اشانبيي والم Background that are good. هل هذا نيرف. Yes. antaneeli. Life gotta match Ups. هذه و اي thin k it's fair. من وجهة نظرت. لانه باول ما كانت اول كانت مرءة. الحين صارت شوي الكريت لايف ستيل effectivelyنس. اهريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير حقها بالذات على الالتي من 100 في 166 هل هذا حيطلعها براء القيم من وجهة نظري لا نهائيا بس أتليست ممكن تصير مانجابل الحين لما تشتري أن تهيل ممكن تتعامل معها حبتين أصدر طبعا مع الالتي you still have a problem الكيو I think it's not fair I think the cue is the problem بس أبرا هل سميرا still champion quiz يس بالذات مع الاتمز الجديدة اللي صارت موجودة بالذات مع البفات اللي حنشوفها بعد شوية كمانا مع الكريت ايتمز إنه هذا معناها الكريت بلد حقها حيصير برضو مرة كوي وتقريد توصل لها 95% كريت مرة بسرعة وتستفيد من الباسف حقها الكيو حقها الالتي اللي هو life steal effectiveness عليها يعني بطريقة مرة كوي سميرا will still dominate ما في شي اسمه باي باي سميرا سميرا ما زالت كويسة أردت أضعف الأيرلي game مع الشامبيونز اللي كانت تلعب معهم من روبي مع ليونة مع بروم مع اللي تحب تلعب معهم بس فيه شامبيونز الدحين صاروا جديدة مور افكتف فحنشوف نبدأ الروتيشنز حقها الشامبيونز اللي تتلعب معها أحسن I don't think إن أنا كنت شايل هم يعني الشي الوحيدة اللي تشيل هم وإنه هذا الشامبيون عشان الرينج حقها مرة واطئ ولازم تدخل في وسط الزحمة بالألتي حقتها إنه كانت تدخل في وسط الزحمة ترجي health مرة كثير فنقصوا الhealth اللي ترجعوا شوي هذا معناها it's more dangerous for her إنه تدخل في وسط الزحمة هذا من وجهة نظر العالم يعني مجموعة عالم يلعبوها يقول لك والله هذا ال change حيطل لها من القيم I don't think so I think she's gonna still be viable بس حتصير more punishable يعني punishable الأسهل وتعطي لناس قدامها counter play potential مو معقولة نظر كاترينا مو معقولة واحد يدخل يفوق R وهو ما عنده ولا شيء يكثر الخمسة اللي قدامهم كلهم ياخد وياخد 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 بنتعب السيرافين health growth 98-90 ال-W سيرافين personal shield is now increased by 50% shield value is now 90-80 based on level 45 ما زالوا مسررين انهم يحاولوا يهيلوا يخلوا سيرافين تتلعب في solo lane ال-change هذا is a solo lane سيرافين نفس الوقت يساوي بف لسupport سيرافين سيرافين بدنا نشوفها في support مرة كثير ما زلنا واحد نشوفها في solo lane مرة كثير وما زالت في mid lane يعني ما أظن تلعبها بطريقة where انت يبليها safe يعني هما توقعوا انها تتلعب بنفس الطريقة اللي تتلعب بها زوي بس عامة الميتها دحين is anti زوي وانت سيرافين فما أدري هل change هذا سيرجع بس change هذا صراحة من وجهة نظري خربان هيخربها زيادة في support وحيعطيها فرصة انه تتلعب أكثر كل الناس اللي بيتكلموا على سيرافين بيستغربوا من ليش ما بتخلي كارما ولولو يتلعبوا في solo lane وبعدين جيب لنا champion الكيت حقته كلها support وتقول أبغى هتتلعب طب ما خلاص خلي كارما وخلي لولو تتلعبوا برضو في نفس المكان شيفانا ما زارت برا الجيم تليه برا الجيم تليه أقل champion win rate حاليا في 42% حتبقى سيئة ما تغير ولا شي تويتش بيقولو سواء تويتش AD ولا تويتش AP كلهم ما بيسووا مرة كويس نبقى نعطلهم شوية بفات attack speed من 30 40% بداية الgame الان 60% الvenom cask السلو كان 25 30 50 في المية ال spray bonus attack damage 20 25 55 هل هذا يرجع تويتش في الجيم no هل it makes him viable to be played في مازال يمكن في protect carry comps يعني إلعبو حول تويتش حتصير مرة كويسة بل still able not dominate مازال في حاجات افضل ياس ويوني كلهم سووا لهم نفس change من 2 3 5 شوية لل champion اللي عندهم ما بين 44 و 45 و win rate change هذا حيعطيهم مجال انه ما ادري اظن it will only increase win 1-2% نرجع ل47 ولا 48 I don't think it will go more than that بس change هذا مرة كبير لا تنسو انه ال attack speed يعني الpotential حق انه اشير بتر hyper carry is a lot لا تنسو انه عنده الpassive حقه crit still works the same way كل auto attack is crit able وهذا معناه في mid rate game حيبدأ يسو auto attack زيادة و he does more damage ringer healing from monsters من 75% 100% and damage he taken from monsters w now deal 65 to 130 bonus damage to monsters هذا هيزود هيزود ال clear حقه في الجنجل مرة كتير وهم طبعا بيقولوا انه ringer ما هم سوي مرة كويس في الجنجل فاني بغى نساعده انه هو he clears الجنجل faster وهذا بف مرة كويس لبوث ringer زي روحوا full ad ولا full damage وringer زي روحوا برضو tanky it will still be very good for him to be able to clear الجنجل بطريقة هذه ringer ما زال كويس في only good is in high elo ما هو كويس في low elo فننشوف ايش هات change it warwick شوية تحب للشامبيون اللي برضو ما هم سوي كويس البونس جامج حقه على passive زاد من 10 40 إلى 12 40 زائد 500 بونس AD و بقفك حالس warwick كات champion overall jungle في low elo مرة كويس انصح صراحة مجموعة كبيرة من التشام ال change is only meant for low elo anyways ما حي فريق في الها talon غدا النظر عن انو talon يعني كثير بيقولوا talon مرة 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 جامد مرة هذا talon ما هم سوي كويس انت هم صغير في الميت فأعطول شوية صغير من خمسة واربعين مية خمسة واربعين من خمسة واربعين لخمسة واربعين مية واربعين في الليد game ويخلوه شوية وو كونغ هذا بف على جانجل هل هذا دعب عنها حنشوف في الجانجل نوب ما زال كل العالم البقية اللي حاليا في الجانجل اللي هم مرة كويسين احسن من جانجل هذا يمكن مسلسل بف من البفات جاية يبو سووها الوكونغ عشان يرجعوا للجانجل ال item changes collector صارت بس تشتغل على انامي champions ما تشتغل لا على تورتس ولا على monsters ولا epic monsters ولا سوالها نرف الباتش اللي فات شالوها من المنions دحين شالوها من monsters وال epic monsters وال تورتس بس تشتغل damage and basic attacks اللي صار في المرمانة انه صار في champions كثيرة اي بي يبنوها زي اوريانا وصارت وعلى اوريانا win rate في العالم في كوريا احسن واحد اللي هو top rank 1 اوريانا كان بيبنيها مرمانة كل game فهذا جعل نكشع مرمانة بسرعة ما هو intended فقط تشتغل على abilities اللي هي physical damage تشتغل على basic attacks ما زالت مرة كويسة اللي هما يدين اللي يحتاجوا يبنوها بس it's not the same anymore على AP champions فهذا change بس عشان AP champions ما ياخدوا now convert your crit chance to on hit damage having leaving you with 0 crit chance هذا من اول هذي بس غيروا الكلمة حقتها ايش ايش الفرق هنا ما غيروا شيء من اول كانت تشيل الكريت حقك ل on hit leaving you with اه تشيل يعني يصير عندك 0% تشوف وظن ادري اه ايضري اه زيك convergence نقصوا الهيلث حقها من 350 armor ل25 mark duration 8 ثواني والconvergence bonus damage من 25 50 ل30 فزودوا الدامج حقها ونقصوا الهيلث حقتها زيك كايتم ما زرت مرة كويس على كل السبورت اللي كانوا يبنوها بنفس الطريقة 8 هذا بف مرة مباشر على ال ADC عامة او غير مباشر على ال ADC عشان ال passive اللي تستغل على support ونرف بسيط على ال tank support حقهم حقهم صار اقل بس الدامج اللي سوو ال ADC اللي جنبهم صار حيزيد وهذا بف عامة على الدامج لكل ADC وبعدين late team fight secret guard هذا على أي أحد كان يشتري ها لأنه فيها كمية utility و armor مرة زايد ولكن تعطيه مرة عالي ف هذا another nerf يعني nerf ثاني لل mid laners اللي هم AP وفي مدرستين في ناس يقول ال AP items ولا AP champions كلهم خربانين أو كلهم مرة OP وفي ناس يقول ال AP champions actually اللي عليهم مرة مهي كويسة وفعلا أنا ما بين المدرستين أول شي الدامج اللي محطوط عند AP items أظن مرة عالي وكان يستهل النرفات بس المانا consumption والmana issues اللي موجود على AP champions هذه مرة كبيرة لازم يعطوهم بديل وما عطوهم مانا يعطوهم damage مدام شاروا damage المفروض لترهم حاجة في المقابل الاتماد فيها مشكلة بالنسبة لل AP بس الدامج حقها مرة هذه فنقصنا هذا ما معناه انه انتهينا لسه في مشاكل لازم يحلوها بالgame with related to how items حق AP champions الجنجل starter items on hit سير on hit أول الهيل بلايد والامبر مع أول auto attack كان في تديك دامج تانية طبعا انت عارف لما تضرب auto attack كان نحط شي اسمه كان نحط اللي هو dot damage على العدم اللي قدامك بس أول كان من يوم ما سوي auto attack التيك دامج يجي داحين لا بعدين التايمر حق التيك يشتغل وما في تيك دامج فهذا معناه الكلير حق a lot of the champions a lot of the champions كثير من champions حيخف في البداية فانحال الحواء حيفرق مرة كثير حيفرق مع champions اللي يسوي هو اكثر من الف champions اللي ما يسوي هو اي زي كين زي راموس هذول اللي يسوي اي حيفرق معهم اكثر انه كان من يوم ما يضروا ضربة كلهم يجي لهم تيك على طول ففي كده تروح على الكل راحت هل حيفرق مرة كثير اي دون تينك سو اي دون تنو بس بنيفت اف دي الكلير حق كل الجنجل شوية حبتين على اساس يبغو يوازو يعني الليفلات حقت جميع الشامبيون في الجيم مع بعض support items البندل glass mirror نقص الgold حقها الـ 156 طبعا هما يبغو يعطو كمية lovely لانشانتر support ما يقدر support don't get many items in average game support add if يقول لك الـ cost support items مرة غالية هما ما عندهم economy ما قدروا يجمع gold فنيبغو نحاول نساعدهم انه والله ياخدوها اسرع من 356 إلى 265 مئة مئة فرق امتك petrifier 450 ل550 gold with above cost change total cost is unchanged garden sensor forbidden idle amplifying tom غير البلد بحث حقه 630 staff of throwing water نفس الشي غير البلد path حقه عشان يسهلوا البلد حقها عشان يغيروا البلد path حقها imperial mandate هذا اكثر ايتم خربانا حاليا لل support حتى صار في مدز بياخدوها بقام وخفض الكوست عليها وزودوا مش الدامج حقها الدامج حق ال ally damage هذا مرة يوج مرة يوج مرة يوج champions اللي بيلعبوا mid lane بيبنوا imperial mandate حتصير عليهم ال item هذه برضو مزارة مرة كويس اظن oriana i don't know if victor حتى plays imperial mandate حتصير برضو مرة كويس علي غض النظر عن انه يخفضوا الدامج حقها اظن هم قرروا يخفضوا الدامج حقها عشان يبغوها تبعت على الميز وتروح على السبورت اكتر بس ال change هذا حاليا بالنسبة ل imperial mandate اكتر item تنبني على السبورت وتوقعنا نشوف لها nerf شفنا لها بوف على كل انشانتر سبورت اللي انت عندك فيهم والله يسوفوا لا تنس اللي يسوفوا CC يستفيد منهم it's very good good انشانتر انشوف الانشانتر يطلعوا شوية حبتين سبورت لا بس هيصوروا شوية متوازين الى حد ما من الاتم اللي فيها مشاكل عامة نقص الاتم هذا سيشتروها اسهل 6090 لسبعين مية 25 ال 21 مية اللي ملتيبلاير صار يزيد يعني قديش الملتيبلاير حقه صار يقل يومي حتينبسط بالتشينج هذا مرة كثير برضو الانشانتر ذاللي ما عندهم سي سي مرة كثير هينبسطوا منه اسه 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 مرة بف كويس مرة بف سوية نقص 250 230 بس الگولد صار قل 200 هذا معناها ليونا وشاكلتها من رأسها اللي بدوها نقص الامج كل اللي بيقولوا انه اول ايتم حقتهم مرة صاروا يتأخروا فيها والبورف سرايك حقتهم صارت مرة يعني بنحاول نساعدهم ياخدوها اسرع كدس والهلب يعني بطريقة مرة كويسة الكريت سترايك ايتم هذا اللي هو اللي موجهة اكتر للأي دي سيز او يعني عامة او اللي تمدو على كريت شامبيونز تزودوا من 55 لستين تسين ثانية لستين ثانية اللي هو حقته الايتم هذي بدأينا نشوفها حبتين كثير اكتر من 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 اول اصلا من هالباتش اللي فات مع التشينج اللي سواوا عليها غريفز بدأوا يبنوا غير فورس ام في البلدز التانية حقت جن وحقت حقت اللي هما اللي برضو يروحوا غير فورس هنبدأ نشوف هنبدأ نشوفها زيادة حبتين I think this item will be a good item now على اساس بوث الكبل اللي صارت هذي عليها بالطريقة هذي طبعا مع التشينج البقية التايفون attack damage من 75 الـ 80 الاسسنس ريفر من 50 الـ 55 الزيل هذا اكبر الزيل كان بـ 1250 هذا تشينج مرة مهول مرة مهول مرة مهول هذا بف مو طبيعي على اي شامبيون يبنزيل او يستعجل انه حاول يبنزيل بالذات الشامبيون اللي يروحوا تاني ايتم زيل ايتم سواء او حتى تالت ايتم زيل ايتم لما ما عد صار في احد يبني ايتمين زيل ايتم زي اول بس في كل الحالات فيه ما زالوا بعد ما يجيب الميثيك ايتم يبني زيل على طول عشان يجيب زي اش مثلا اش تبت جيب الاتم الـ 3400 اللي هي الروناندز هذا بس this is an easier movement الـ rapid فاير قل للجولد حقه مما انه زيل قل للجولد حقه الفانتوم دانسر نفس الشي اللي ابني فانتوم دانسر غريفز فين كل الـ champions هذول برضو صار عندهم يعني this is this is a direct بوف لكل الـ champions اللي يبنوا سواء فانتوم دانسر ولا هوركين ولا رابد فاير طبعا بعضهم اكثر من بعض الآخر زي ما قلت لكم اللي يبني اللي يزيل ايتم تاني ايتم اسرع غير اللي يزيل ايتم رابع ايتم وثالث ايتم يعني champion زي كايت يمكن يبني رابد فاير كانن ثالث ايتم مش الرابعة مش التانية بس في حالات مرة قليلة ممكن تبنيها مرة ثانية سار الـ الـ أسرع لانه ازيل مازال يعطي crit صحيحة قل من اول بس انه it's good for those champion السيمتر نقصوا الغولد حقه زود راتاك دامج حقه يعني ما اثار في احد بيبنيها مرة كثير على اساس في الـ ايتم الثانية اسمها فهذا حب زيادة من 2700 2500 وزود راتاك دامج من 30 إلى 40 بس عام ايتم هالي عشان فيها ما زالت مرة كويسة في البلد باث حق الـ اللي ابنوا crit عشان فيها 20% crit وعامة بيقولوا لك دحينها في value أكثر انك تشتريها اول بيقول لك ما في value لا هم في value لورس دومينيك زودوها من 30 إلى 35 لانه كل الـ ADC ما زالوا ما قادرين كتلوا تانك فبيحاولوا يعطوهم شوية حب زيادة أكبر change بعد الزيل change هذا change اللي هو infinity edge infinity edge اول كانت بني خمسة عشان توصل 100% الحين رجعوها إنه لو بنيت أربع ايتم مع infinity edge يصير عندك 95% حسنا which is good thank you خلينا نرجع نلعب الـ game لو سمحت ADC سنعود الـ game with this أنا توقعي الـ create ADC اللي يبنو infinity edge يشير مرة كويسين حاب دع لعب كيت مرت عن الباتش هذا وإن شاء الله توضع بيت الـ هذا توقعي ممكن يكون كله غلط لودن's tempest نقصوا magic penetration وزودوا ability haste حقتها لودن's tempest كان فيه champions متوقعين يبنوها ما كانوا يبنوها عشان ما فيها haste تكفي لذلك نبغى champions يبنوها فحطوا فيه haste ever frost ability haste برضو زودوها من عشر عشر عشرين on head slow is now only applicable على melee champions بس اللي سوي بس melee champions مش range champions ما يصور slow فالchampions اللي كانوا بيبنوها اول ايتم كانوا يمكن يبطلوا ما عدري اذا كايس حتبطلت بنيها حتبطلت بنيها عشان ما عدف slow ما عدري بس لأنه هم كانوا ياخدوها بس عشان slow يعني كانوا ياخدوها جزئيا slow كان جدا مفيد بالنسبة لنا بدل ما ياخدو ايتم زي storm razor كانت مشابهة الدحين ما في slow اذا كنت range الاكلبس على range تخفضو shield من 100 طبعا هذي تاني تخفيض من 100 30% 75% 20% ايش معناه ولا شي ما زال جين حيبنيها ما زال مزال مزال حيبنيها ما زال في بعض الحالات حيبنيها tank ايتم نيرف مزود الgold حق البامي سندر وهذا نيرف على tank jungles اكثر من انه نيرف على tank tops هذا معناه لازم ياخدو camp زيادة عشان يقدر يرجع يشتري الايتم هذي وهذا معناه الpower spike حقته حتيتأخر وهذا معناه انه هو اصلا حيتأخر في الrotations حقته وبعدين نقصوا الhealth حقها طبعا اخيرا الhealth من 450 350 خلاص كان اي تانك اشتري الايتم هذي انتهى القيم ما عد نشوف فضحين يس الباث حق الريسيت بألف دايما كان حق التانك صار لازم صار ما يكفي لازم كمان كام زيادة وهذا معناه في جنك الباث محددة للتانك حت يتبطل اوكي فروست فاير سوو لها برضو زودوا حق الحق الحق ونقصوا حق اصلا ولا اي فكرة ايش التعديل هذا حيسوي وبعدين حق التربو كيم تانك من اتنين لواحد وخمسة انا بصراحة هذي عامة عشان مرة ما بنشوفها مرة كثير بس حيبدو يشتروها الاتم شوفنا الابنة جيم الاتا طبعا الركومنديشنز حاليا ما هي مصبوطة ايش كانت الفكرة حقتهم في الركومنديشنز اللي تطلع لك كانوا يساعدوا النيو بلايرز على انهم ياخدوا الاتم اللي تنفع لهم على حسب التيما اللي معهم والتيما اللي قدامهم فبدأوا رايوت دحين سغلوا سيستم جديد ايش يسوي يقرأ الاتم حقة الهاي إيلو الناس اللي في هاي إيلو يقرأوا الاتم واختياراتهم على حسب مين قدامهم ومين معهم وحيبدأوا يسولها ريكمنديشن للناس فالناس اللي جديدين في القيم هذي حيستفيدوا منها اكتر شيء طبعا هذا مو معناها انه هي صحيحة 100% بس اقلها حتصير افضل في الصحة وكل ما استمر الوقت كل ما جمعت لهم مجموعة داتا ومجموعة زيادة والريكمنديشن حتصير افضل الكويك باي بينز الحين فاكرين في اليسار في الكويك باي حقة الشوز وحقة الترينكيتس وحقة تفتح الايتم اللي عندك ممكن تخليها مفتوحة طول الوقت مو بس تفتحها ترجع تقفل تفتح تشتري ترجع تقفل لا ممكن تخلوها بيند مفتوحة يجزر في اليسار من الانترفيس حرك يمينو يصار سلايدر يكبر وصغر زي المني ماب لما كيف كان تكبره وصغره وقت ايتم لا شيء نتخدم هذا ما تغير في شيء كثير ما هو شيء مهم الشات صار ويندد كبر نتخل نتخل سترجع ما يهمني رانكت ابدات اللي يهمكم تعرفوه عشان اللي سووها في الرانكت على اساس صارو على اساس شالو من كل شالو البروموشن اللي اللي ما بين مثلا غولد فور لغولد ثري شالو البروموشن هذا في بداية السيزون لانه حندا السيزون حنحاول انه من سوي ريسات كبير لو انت كنت مثلا ثلاث ما حننزلك لسيلفر ولا لش اسمه لبرونز حنحاول نزلك مرة قريب اقرب لك عشان ترجع للرانك اللي كنت في اسرع هذا واحد بس في نفس الوقت حننزلك اقل بس ال ال بي لما تجيب ال بي حنديك اقل عشان ما في بروموشن مدام ما في بروموشن ما يبغو الناس يلعبوا ثلاثة قيام ولا أربع قيام وعلى طول يطلع للرانك اللي بعده لا يبغو يلعب ستة قيام شالوا شالوا البروموشن نقصوا ال ال بي زمان كان يجينا خمسة وعشرين ثلاثين ال بي ما في حتلاقيها خمسة ستتايش دحين فلاحد يستفاجأ انه لما تكون ال ال بي جين واطي لانه الفكرة خلاص ما في بروموشن ما يحتاج تمر بالمرحلة العذاب حقا انه والله يتلعب وينين وتفوز التالت ولا تفوز واحدة وتالية وثلاثة عشر مرات عشان يسير لك بروموشن لا بس نقصوا ال 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 بي في الجسم في الماستر كل جيم بلايد بانكس ون دي وفاكتيفتي بعد عشر ايام ما لعب وبعدها يشوف البانكس كم دي وبعدها يبدأ يسولوا كل يوم 250 ال بي انشاء الى ما يوصل دايمند ون وبعدين يمشي عليه دايمند في ال دايمند الحين إذا ما لعب 28 يوم بعدها تبدأ تبدأ تشوف البانكس أول شيء محتمال بين سبع عام ولا ما عارنو هماني مادر كيف صراحة البانك دايمند بدأ يشيروا لك 50 ال بي كل يوم اذا ما لاب دايمند ريفان توكن جراند باك فكس ما في شيء مهم عندنا السكنز والكروماز باتل كوين كاترينا باتل كوين ديانا باتل كوين والدروودز داي لوك نايس انترستن كوروهم الجديدة كالعادة وبكده الله يعطيكم الصحة العافية خلصنا باتش نوت 10.25 تانك جميعا لا تنسوا اني انا سوي بث يومي على منصة على منصة تويتش الله يعطيكم الصحة العافية شوكم ان شاء الله على خير في الفيديو القادم والى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة